بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من يكون محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابط فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقذ بليك البصر خاصئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين وأعتذنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في غلال كبير وقالوا لو كنا نسموا أو ناقل ما كنا في أسحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأسحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رسقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يرون الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرسقكم من نمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء واللبصار والأفذة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ضرأكم في النظر وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة نسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في غلال مبين قل أرأيتم إن أسبه ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين